الحلقة الأولى اللغة العربية الصف الثاني الابتدائي الفصل الدراسي الثاني الدرس السابع عشر الصفحة السابعة عنوان الدرس مشروع تعاوني أقرأ النص مع المعلم تفق تلاميذ الصف الثاني على إنشاء مكتبة للصف عرضت تلاميذ فكرتهم على المعلم فرحب المعلم بالفكرة وشجعهم على القيام بها تعاون التلاميذ في وضع خطة لإنشاء مكتبة قسمت تلاميذ أنفسهم أربع مجموعات اشترت المجموعة الأولى بعض الكتب الدينية من معرض الكتاب وأحضرت المجموعة الثانية عددا من القصص والمجلات وقدمت المجموعة الثالثة بعض الكتب العلمية المتنوعة أما المجموعة الرابعة فقد نظمت الكتب على الرفوف بحسب نوعها وأعدت سجلا لاستعارة الكتب من المكتبة فرح تلاميذ الصف بالمكتبة الجديدة وأقبل على قراءة الكتب والاستفادة منها هيا نجيب عن الأسئلة الآتية على ماذا اتفق تلاميذ الصف الثاني؟ اتفق تلاميذ الصف الثاني على إنشاء مكتبة للصف كيف استقبل المعلم فكرة التلاميذ؟ استقبل المعلم فكرة التلاميذ بالترحيب وشجعهم على القيام بها ماذا احتوت مكتبة الفصل الجديدة؟ احتوت مكتبة الفصل الجديدة على الكتب الدينية عدد من القصص والمجلات بعض الكتب العلمية المتنوعة أضع الكلمة المناسبة بكل فراغ مما يأتي شجعتي عرض اتفق رحب شجعتي عرض اتفق رحب الفنان لوحته في معرض الرسمي ما هي الكلمة المناسبة؟ أحسنتم الكلمة المناسبة هي كلمة عرض عرض الفنان لوحته في معرض الرسمي الأصدقاء على إعداد مجلة ما هي الكلمة المناسبة؟ رائع الكلمة المناسبة هي كلمة اتفق اتفق الأصدقاء على إعداد مجلة الأم طفلها على شرب الحليب ما هي الكلمة المناسبة؟ ممتاز الكلمة المناسبة هي كلمة شجعتي شجعتي الأم طفلها على شرب الحليب المدير بضيوفه ما هي الكلمة المناسبة؟ بارك الله فيكم الكلمة المناسبة هي كلمة رحب رحب المدير بضيوفه أصل كل جملة من ألف بما يناسبها من باء مثال وضع التلاميذ خطة لإنشاء مكتبة صنعت أعلاما لتزيين الفصل أحسنتم فتحت النافذة لتهوية الغرفة ممتاز أحضرت خضراوات لإعداد صلطة بارك الله فيكم ادخرت نقودا لشراء حاسوب رائع أستخرج من النص كلمات تنتهي بالتائي وأضعها في المكان المناسب وقدمت المجموعة الثالثة بعض الكتب العلمية المتنوعة أما المجموعة الرابعة فقد نظمت الكتب على الرفوف بحسب نوعها وأعدت سجلا لاستعارة الكتب من المكتبة فرح تلاميذ الصف بالمكتبة الجديدة وأقبلوا على قراءة الكتب والاستفادة منها التاء المفتوحة وقدمت نظمت أعدت التاء المربوطة الجديدة قراءة والاستفادة التاء المربوطة المجموعة الثالثة العلمية أضع في الفراغ التاء المربوطة أو التاء المفتوحة قرأت في مجلة علمية أن زيت الزيتون مفيد للصحة أحسنتم الحوت الأزرق من أكبر الحيوانات ممتاز صوت أوراق الأشجار يسمى حفيفا بارك الله فيكم تعاون تلاميذ الصف الثاني على وضع خطة لإنشاء مكتبة توقع خطة لإعداد مجلة حائط مع تلاميذ صفك خطتنا اتفق تلاميذ الصف الثاني على إنشاء مجلة حائط في الصف تعاون التلاميذ في وضع خطة لإنشاء هذه المجلة أحضر التلاميذ الأدوات المطلوبة ثم قام التلاميذ بتقسيم المجلة إلى أربع أقسام ليتضمن كل واحدة منهم فائدة استفاد منها التلاميذ في الفصل الدراسي أقرأ النص مع المعلم الكتاب إن غابت الأصحاب فصاحب الكتاب فيه حديث السمر مزين بالصور يحلو به البيان وما له لسان كم قص لي حكاية لطيفة للغاية يروي لي الأشعار والأدب المختار فالعلم في الصطور يسري إلى الصدور هيا نجيب عن الأسئلة الآتية بماذا يتميز الكتاب يتميز الكتاب بأنه هو الصاحب وقت غياب الأصحاب فيه حديث السمر ماذا يروي هذا الكتاب للإنسان يروي الكتاب الأشعار والأدب الجميل أجرد التاء المفتوحة والتاء المربوطة من الكلمات غابت غابت المقطع المناسب هو ت أحسنتم حكاية المقطع المناسب هو ت ممتاز لطيفة لطيفة المقطع المناسب هو ت بارك الله فيكم أحسنتم يا أبنائي شكرا على متابعتكم وانتباهكم نلتقي في الدرس القادم بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر